فإن الناس كلما ازدادوا في الرفاهية وكلما انفتحوا على الناس انفتحت عليهم الشروع إن الرفاهية هي التي تدمر الانسان لأن الانسان إذا نظر إلى الرفاهية وتنعيم جسده غفل عن تنعيم قلبه وصار أكبر همه أن ينعم هذا الجسد الذي معاله إلى الديدان والنتم وهذا هو البلاء هذا هو الذي ضر الناس اليوم لا تكاد تجد أحد إلا ويقول وش قصرنا وش سيارتنا وش فرشنا وش أكلنا حتى الذين يطرؤون العلم ويدرسون العلم بعضهم إنما يدرس من أجل أن ينال رتبة أو مرتبة يتوصل بها إلى نعيم الدنيا ما كأن الإنسان خلق لأمر عظيم والدنيا ونعيمها إنما هو وسيلة فقط نسى الله يجعلنا وإيكم نستعمله وسيلة قال الشيخ الزام المتيمة رحمه الله ينبغي للإنسان أن يستعمل المال كما يستعمل الحمار للركوب وكما يستعمل بيت الخلائل الغائد ليعرفون المال يعرفون قدره لا تجعل المال أكبر همك اركب المال فإن لم تركب المال ركبك المال وصار همك والدنيا ولهذا نقول إن الناس كل من فتحت عليهم الدنيا وصاروا ينظرون إليها فإنهم يحصرون من الآخرة بقدر ما ربكم من الدنيا قال النبي عليه الصلاة والسلام والله ما الفقر أخشى عليك يعني ما أخف عليكم من فقر الدنيا ستفتح وإنما أخشى عليكم أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلك وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الذي أهلك الناس لهم الذي أهلك الناس لهم التنافس في الدنيا وكونهم كأن ما خلقوا لها لا أنها خلقت لهم فاشتغلوا بما خلق لهم عما خلقوا له وهذا من الانتكاس نسى الله العادة